نهار ده مصطفى محمد أنا فرحان فرح بمصطفى محمد مكدبش عليكم أنا بعد صلاح مش حاسي إن فيه لعيب على حسب رؤية دلوقتي يعني يقدر يعمل دوشة في أوروبا كده زي اللي عامنا محمد صلاح بس مصطفى محمد ماشي الطريق ده وجنبه كده عمر مرموش بس مصطفى محمد ماشي بخطى سبتة نهار ده مصطفى محمد في فوز نانت على تلوز في الدوري الفرنسي في الجولة الواحد وعشرين كذبه اتنين واحد مصطفى سجل الهدف الأول وصنع الهدف التاني طيب هتقول لي ماشي تقولك يعني طيب ليه كبرت الموضوع كده لا مش ما كبرتوش مصطفى محمد واضح إنه بيتطور يوم بعد يوم فيه لعيب يبقى جيد بس يفضل هنا يجيد هنا في الحتة دي اللي هو أنا جيد ستة من عشر بس فيه لعيب يبقى ستة ونص سبعة تمانية تمانية ونص تسعة يعني ايه عمال ياخد خطوات له قدام مش بيتراجع أو بيقف في مكانه مصطفى محمد كده يعني مصطفى محمد مثلا مكانش بيسجل من ركلات حرة السنة دي قدام لوريان وطولوز مسجل من ركلات حرة ضربات سبت جديد طيب وده في منطقة الجزاء بيسجل بيسجل قدام مارسيليا بالراس وقدام باريس سان جرمان بيسجل بالراس وعمل طبعا فاكرين بشكل آخر يعني اللوب العظيم اللي عمله ضد كاففردي مع منتخب مصر فانت بتتكلم ضربات رأس تصوبات باليمين تصوبات باليسار أهداف من خارج المنطقة أهداف من جوة منطقة الجزاء تصوبات ضربات برأس يعني كل حاجة مهاجم أصبح مهاجم متكامل مصطفى محمد السنة دي في الدولة الفرنسي لعب 17 مباراة وبدأ أساسي في 14 مباراة مسجل سبع أهداف وصانع هدف يعني تقريبا هدف كل المباراتين خمس أهداف من جوة منطقة الجزاء وهدفين من خارج منطقة الجزاء عفوا فأرقام عظيمة جدا ليه مصطفى محمد حاجة تفرح حاجة تفرح واحد فرحان أول مصطفى محمد باللعابة العظيمة جدا على فكرة مصطفى محمد أول ما راح طرف كانت تجربته اللي احترافها فيها شوية لغبطة كده بس مصمم وبيسر إنه يكمل في أوروبا وصانع محمد لو قالي مصر لو قالي دوري مصري زمالك طبعا بطبيعة الحال هيخش فيه أهلي هيخش فيه براميز هيخش فيه كل الأندية هتقولك ومزاد وصانع محمد أحسن مواجم في مصر بص محمد الشناوي في الأول خالص كده في منطقة مصر حارس اللي بييجي بعديه بييجي بعديه بعد شوية مش قريم منه يعني بتلات أربع درجات كده ييجي الحارس اللي بعد محمد الشناوي نفس القصة قدام مصطفى محمد وييجي بعديه بتلات أربع درجات المهاجم اللي بعديه ففارق يعني كل مركز هتلاقي لعيبة قريبة من بعض في المستوى لكن مصطفى فارق شناوي فارق في لعيبة كده مفيش بعدها أوي ودي حاجة زعل بالمناسبة لي مش حاجة يعني هي أشادة بالتنين طبعا بس يزعل احنا ما عندناش حارس جامد تاني وما عندناش مواجم جامد تاني يعني عايزين بقى أكتر من واحد يعني ربنا يا رب يوفق ويوفق كل محترفين وان شاء الله يبقى في عدد أكبر من اللاعبين المصرين موجودين في الاحتراف الخارجي في قارب وقت بإذن الله لو احنا عايزين فعلا تطور عظيم جدا لمنتخبنا الوطن ترجمة نانسي قنقر